التغى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلدنا ستيفن فاجين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون المشترك لإحلال السلام واستنكر عضو مجلس القيادة الرئاسي الجرائم والانتهاكات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة ومحاصرة الأبرياء واستهداف المنازل وهدمها على رؤوس ساكنيها مخلفين بذلك كوارثة إنسانية مروعة كما أكد مجلي موقف مجلس القيادة والحكومة الشعب اليمني في التمسك بدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة التي حتى إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وفقا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وثمنا الجهود المشتركة لجمهورية مصر العربية وقطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة واستيناف المفاوضات وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني المقاوم وشار مجلي إلى المعاناة اليومية للمواطنين في المحافظات الواغعة تحت سيطرة ميليشيا الحوث الإرهابية واعتداءاتها الهامجية الموجهة من إيران ضد أبناء شعبنا في كافة المناطق ومنها ما حدث مؤخرا بشن حملة عسكرية ظالمة على أبناء منطقة السرار بمدرية ولد ربيع بقيفة بمحافظة البيضاء وإرهاب الأبرياء من شيخ ونساء وأطفال وغصف منازل المواطنين على مدى الأيام الخمسة الماضية مانعات المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم في الجراعة والتسوق والعلاج وغير ذلك من الممارسات اليومية على الرغم من تسليم الأشخاص الذين واجهوا الحوثي وحزموا ميليشياته الإرهابية وكذا مجلبي أن مشروع الحوثي لن يقضي عليه إلا اليمنيون الذين يهددهم في حياتهم والذين يعرفون قدراته الحقيقية معتبرا استهداف مجارع الرمان في محافظة صعداء ومحاولة فرض الإتاوات عليهم وفرض بيع المنتجات الزراعية بأسعار زهيدة من خلال المشرفين الحوثيين جعل المجارعين يثورون عليه في الأسواق العامة والبعض الآخر فضل عدم جني الثمار وتركها تموت في المزرعة وقال مجلبي أن ميليشي الحوثي تمثل تهديدا خطيرا على اليمن والإقليم ومصالح المجتمع الدولي من خلال الأعمال الإرهابية التي يقومون بها في البحر الأحمر كما مر عالمي وفي الاستمرار بحفر الخنادق في الجبال وتخزين الأسلحة مفضحا بأن هذه التجهيزات ليست للسلام فيما شركاؤنا يسعون للسلام ونحن في الشرعية ندعم جهودهم ونباركها وضاف إننا سعداء بأن المجتمع الدولي بات مقتنعا بأن كل ما يفعله الحوثي ابتزاز وأن أطماع الحوثي وإيران كشفت أو كشفت بعض الضربات الأمريكية والتي قتلت خمسة من عناصر الميليشيا التي كانت تتدرب على أيدي الإيرانيين وتقوم مهام عسكرية هناك ونوها مجلئ إلى الأوضال الإنسانية الصعبة والخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي أصابت السكان في تعز والحديدة وحجة ويوم عمس في محافظة مارب نتيجة المتغير المناخي والأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي أصابت أجزاء كبيرة من البلاد داعيا إلى ضرورة التدخلات الفاعلة من المنظمات الدولية والدول الصديقة لمواجهة الاحتياجات الطارئة وإعانة الأسر المنكوبة التي خسرت مساكنها ومزارعها وأبسط مقومات الحياة التي كانت تتمتع بها كما ثمن مجلي دور المملكة العربية السعودية على سرعة الاستيابة والتدخلات الإنسانية بإرسال مساعدات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتغطية الاحتياجات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين من السيول والأمطار الأخيرة في تعز والحديدة وحجة ومأرب وبدوره أكد السفير الأمريكي ستيفن فاقين على حرص بلاده على دعم اليمن والوقوف مع الشعب اليمني كما أبد استعداد بلاده لتدخل عاجل على هذا الصعيد وفقا لتقييمات المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني في اليمن مشيرا إلى أهمية دعم مجلس القيادة والحكومة والشعب اليمني لتجاوز الأزمات المتلاحقة في البلاد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة